السلام عليكم معكم حسين حبيت اليوم أحكيكم عن طائر الباتي من البيضة إلى نكبر ويصبح قادر على التكاثر والتفريق احتل طائر الباتي شعبية كبيرة بين الناس بحيث أصبح في كل بيت يربى هذا الطائر الزكي واللطيف وأصبح قادر على التكلم في بعض الأحيان تتواجه طيور الباتي في الطبيعة بكثرة وعند التوفر الظروف البيئية المناسبة لهذه الطيور تصبح قادرة أو جاهزة على التزاوج بحيث يبدأ كل ذكر بإيجاد إنفة مناسبة له تقوم لناس بإيجاد المكان مناسب لوضع البيض وهو الذي هو بدوره يكون آمن على الفراق في هذه المرحلة يكون الذكر الباتي على استعداد للقيام بعملية التزاوج وبعد أول عملية التزاوج وبعد مرور أيام على عملية التزاوج نلاحظ في بطن الأنثى بالانتفاخ وبعد مرور أيام تبيض الأنثى أول بيضة بحيث تبيض إناث الباتي ما بين من 6 إلى 8 بيضات ما بين كل بيضة وبيضة استراحة يوم ترقض إناث الباتي على البيض حوالي 18 يوم في مرحلة الرقود يساعد الذكر الأنثى لتوفير الأكل المناسب لها وإطعامها 18 يوم من الجلوس على البيضة تفخص أول البيضة وبعدها تتفعى بالتفتيش البيضات الأخرى الواحدة تلو الأخرى بعد مرور 5 أيام من عمر صغار الباتي تبدأ بتفتح عينها وبداية ظهور الزغة بجسمها وفي عمر 15 يوم يبدأ ظهور الريش بأجنحتها وفي الرأس وبعد عمر 26 يوم ينمر ريش الجسم بأكملها ودور الذكر والأنثى في هذا المرحلة طعام الصغار حتى تعتمد على نفسه وبعد مرور 5 إلى 37 يوم تبدأ صغار الباتي بالاعتماد على نفسها من الأكل والشرب بحيث تكون باكتشاف الأشياء والأطعمة وتكون في طرف نشاط عالية جداً وبدأ مرور أشهر عليها تبدأ بتغيير ريش الطفولة وتصبح فراق الباتي قادرة على التزاوج في عمر من 8 أشهر إلى 10 أشهر بحيث أن تبلغ طيور الباتي في المجمل في عمر 8 أشهر وتتكاثر وتنتج كما صنع عدائها وتنتج سلسلة حقيقة طيور الباتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر